موسيقى غرفة الاخبار مع مهند الخطيب ايام قليلة وتنتهي حقبة ترامب في الولايات المتحدة حقبة تأبى ان تترك الجدل حتى في اخر ايامها فقد يواجه ترامب عزلا على يد الكونغرس يقوده الديمقراطيون وجمهوريون رافضون لسياساته ومواقفه فيما نقلت وسائل الاعلام عن مستشارين في البيت الابيض تأكيدهم ان ترامب لا ينوي الاستقالة او تسليم السلطة الى نائبه مايك بانس للحصول على عفو رئيسي فلماذا تصر اطراف على اجراءات العزل واخرى على الانتقال الطبيعي للسلطة في العشرين من الشهر الجاري اي فوضى هذه في المشهد السياسي الامريكي رئيس على اعتاب تسليم مقاليد الحكم لخلفه وتحركات تسابق الزمن لعزله من منصبه فورا ومساءلته فالمشرعون الديمقراطيون ماضون في اجراءاتهم الرامية لتنحية ترامب حتى في حال رفض نائب الرئيس مايك بينس تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الامريكي الذي يمكن من عزل الرئيس ووفق وسائل اعلام امريكية بدأ نواب ديمقراطيون باعداد مسودة العزل والمساءلة على ان تقدم لمجلس النواب الاثنين المقبل وتتضمن المسودة اتهامات لترامب بارتكاب مخالفات وجرائم وتقول ان تعليقاته اسفرت عن تصرفات غير قانونية باقتحام انصاره مقر الكونغرس وفي حال صوت المجلس لتمرير مسودة المساءلة ستنتقل الاجراءات الى مجلس الشيوخ ليتخذ قرارا بشأن ادانة ترامب الوقت ينفد والتساؤلات تكبر بعض اجوبتها تضمنتها مذكرة وزعها زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على اعضاء المجلس الجمهوريين بحسب المذكرة فان مجلس الشيوخ سيعقد جلستين احدهما في الثاني عشر من الشهر الجاري والاخرى في الخامس عشر منه ولا يسمح في اي منهما مناقشة اي قضايا جديدة الا بموافقة كامل اعضاء المجلس المئة وفي المذكرة جاء ايضا ان الجلسة الفعلية التي يمكن مناقشة محاكمة ترامب فيها تكون قبل تنصيب بايدن بيوم اي في التاسع عشر من الشهر الجاري وفي حالي وافق مجلس النواب على اقالة ترامب في الايام القادمة سيبدأ مجلس الشيوخ بالمناقشة بتاريخ العشرين والحادي والعشرين من الشهر الجاري ان بدأت المحاكمة بمجلس الشيوخ في الساعة الواحدة ظهرا في العشرين من يناير سوف تكون ولاية ترامب انتهت منذ ساعة وان بدأت في الواحدة ظهرا من اليوم التالي فسوف تكون ولاية ترامب قد انتهت منذ خمس وعشرين ساعة هنا يبرز اشكال اخر المحكمة الدستورية تحاكم الرئيس وهو في منصبه لكن بعد انتهاء ولايته من سيحاكمه ويستمر الجدل لمناقشة هذا الموضوع معنا من واشنطن الخبير الاستراتيجي الديمقراطي روجر فيسك ومعنا من مدينة فورت لوترديل في ولاية فلوريدا الخبير الاستراتيجي الجمهوري كريستوفر ميزلر مرحبا بضيفي سيد فسك دعني ابدأ معك كما تبعت في التقرير جدل كبير في هذه الايام الاخيرة المتبقية للرئيس ترامب في البيت الابيض هناك عدد من المسارات المحتملة التي قد تتخذها التطورات في الايام القادمة اي هذه المسارات الاكثر ترجيحا برأيك هل مسار العزل مرجح هل هناك احتمالية للاستقالة ام ان الامور ستمضي بشكل طبيعي بين قوسين ويتم التسليم يوم العشرين من الشهر الحالي قبل كل شيء شكرا جزيلا لاستضافتي على سكاي نيوز عربية وان الرائع نكون مع الدكتور ميتسلر لا احد طبعا يفرح بالوضع الذي نجد فيه انفسنا فالديمقراطية هجمت يوم الثلاثاء وليس فقط الالاف من الاشخاص الذين اقتحموا الكابيتول هل وطبعا كسروا ودمروا وهددوا حياة الموظفين والشرطة الكابيتول كانت الاسابيع التي قادت الى هذا الامر حين الرئيس وبعض المسؤولين منهم فكروا في دعوة الناس في اليوم السادس من نوفمبر بدعوة الناس الى واشنطن للتظاهر واستعمال لغة بانه ينبغي ان نكون اقوياء ودعونا نذهب الى الكابيتول هل ونظهر من هو القائد هنا والان نعرف بان الرئيس لا يزال يقوم باتصالات مع اعضاء في مجل الشيوخ وخاصة سيناتور لي من يوتا اذا والذي لا ينبغي ان يذكر هذا للصحافة ولكن هذا صحيح فمثلا بعد الظهر كان الرئيس لا يزال يتصل بلي وسيناتور الاباما ايضا مع وجودهما مختبئين في الكابيتول هل بان يحاول ان يعرقل التصويت على الانتخاب انا طبعا افضل بان المادة 25 ستفعل والذي طبعا ينبغي ان يفعلها نائب الرئيس مع الوزراء ولكن طبعا سنرى لو كانت لديهم اولوية اولاء لهذا البلد لفعلوا ذلك ثم هناك مسألة الاستقالة الاستقالة يمكن ان تحدث فقط اذا كان لدى الرئيس القدرة والرغبة لان يضع البلد كاولوية قبل شخصه اعتقد بان هذا مستحيل اذا هذا يترك مسألة العزل الخيار الاقرب طيب دكتور ميسلر مرحبا بك معنا ايضا في هذا النقاش اودا اسمع رأيك في بعض ما قاله روجر قبل قليل فيما يتعلق بهذه المسألة ولكن دعنا نستعرض بسرعة باند المسألة المطروح في المسودة في مجلس النواب بحسب المسودة التي يتم داولها في الكونغرس هذه المسودة تضم باند واحد فقط او تهمة واحدة فقط وهي التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة في محاولة لقلب نتيجة الانتخابات هل هذه التهمة في مكانها برأيك بالنظر الى ما حدث على مدى الايام القليلة الماضية التهمة نعم هي صحيحة مئة بالمئة لم نكن لنكون هنا لو ان الرئيس لم يطلب داعميه ومشجعيه بالمجيء الى واشنطن في السادس من هذا الشهر ليس هناك سبب لأي احد بان يأتي الى هناك في السادس لكن فقط لعرقلة الكونغرس ودعوني اكون واضحا هنا كمحافظ وانا طبعا محافظ وجمهوري ولكني فعلي ان اقول هذا فحين اولئك المجلس الشيوخ من الجمهوريين قالوا بانهم سيعارضون كان ذلك مشكلة لقد اعطوا املا مزيفا او زائفا للجمهور والرئيس تحدث في ذلك الحش لماذا تحدث الى ذلك الحش لم يكن هناك سبب لفعل ذلك وحين قال لهم اذهبوا الى الكابيتول وهو طبعا اختفى في البيت الابيض واختبى هذا ليس مقبولا تحت اي طبعا تحت اي بنود من بنود المحافظة او اي وانا كما قلت انا كنت داعما كبيرا للرئيس ولكنني ايضا جمهوري ولكنني لا اقبل بهذا وبان الرئيس كان محقا بكل تأكيد ليس هناك اي دفاع عنه الان دكتور ميتسلر اود ان اسألك بما انك انت محافظ وكنت تدعم الرئيس وكل هذه الامور هل هذا تيار اخذ في النمو داخل الحزب الجمهوري سمعنا بعض التصريحات ولكن على ما يبدو الارقام ما زالت ضئيلة خاصة فيما تعلق بالمشرعين هناك مثال مثلا عضو مجلس الشيوخ ليزا موركوفسكي تنتمي ايضا للحزب الجمهوري كان لها رأي مشابه لرأيك تقول السناتور موركوفسكي اريده اي الرئيس اريده ان يستقيل اريد ان اراه يغادر السلطة لقد تسبب بما يكفي من الاضرار تقول ايضا انه يريد فقط البقاء من اجل اللقب عليه ان يرحل انه الامر الذي يجب فعله هذا رأي السناتور موركوفسكي هل هذا التيار دكتور ميسلر يعني ينمو داخل الحزب الجمهوري وهل تكفي هذه الاصوات القليلة لعمل شيء فيما يتعلق بمسألة المساءلة في الكونغرس اعتقد ان الامر قد تأخر وهو شيء قليل اذا نظرت الى ما قالته ماكاوسكي وهي قالت ايضا بانها ليست متأكدة بانها ستبقى جمهورية او مع الحزب الجمهوري في المستقبل القريب اعتقد ان الوقت قد فات واعتقد بان ميتش مكونل ربما هو الذي يمكن ان ينقل هذه القضية الى المجلس الشيوخ ولكن لا اظن بانه سيفعل ذلك ليس هناك ما يكفي في الحزب الجمهوري لفعل هذا سيد فسك هل زعيم الاغلبية الآن سيصبح زعيم اقلية سيد ميتش مكونل زعيم الاغلبية الجمهورية حاليا باستطاعته ان يفعل اي شيء الفترة الزمنية المتبقية قصيرة جدا الاجتماع المجدول لمجلس الشيوخ في التاسع عشر هل يمكن للسيد مكونل ان يقوم باي شيء لتحريك هذا الموضوع كما يقول الدكتور ميتسلر قبل كل شيء اود فقط ان اقول بانني اتفق تماما مع الدكتور ميتسلر في رده على السؤال الاول انا ارحب بالنبرة وبالصراحة وبالولاء الذي اظهره للمبادئ المحافظة والجمهورية اعتقد بانه من المهم بان طبعا نشير الى الارضية المشتركة في اوضاع مثل هذه اما سؤالك بالنسبة لسيد مكونل فاعتقد بانه من الحقيقي بانه ليس هناك وقت يكفي لان يجمع ما تبقى من الجمهوريين مثلا للعزل طبعا اظن بان مشاهديكم يفهمون كيف يبدأ مسار العزل الذي يبدأ باطلاقه من اللجنة القضائية ثم لجنة قضائية ترسل ذلك الى مجلس النواب ثم اذا مجلس النواب القى ذلك طبعا في ملعب مجلس الشيوخ فستكون هناك محاكمة مع دفاع وغيره اعتقد بان الوقت لا يكفي لفعل ذلك ولكن ما هو مهم هو شيئان اولا في اطار مثلا القسم القسم الذي اداه مجلس النواب او عداء مجلس النواب سيقولون بان هذا لا يمكن ان يبقى ويدوم واضن بانه حتى في الاطار الزمني من المهم نحن كمؤسسة وكفرع من فروع الحكومة علينا ان نوضح ما يمكن وما لا يمكن التسامح معه والامر الثاني والمكون الثاني الذي اذكره هو بشأن شأن سياسي هو انه من المهم بان بعض الجمهوريين الذين سامحوا بهذا والذين دافعوا عن هذا بانهم ينبغي ان يسجلوا وعليهم ايضا ان يتخذوا موقفا واضحا وبانه ينبغي ان يقول بانهم لا يتسامحون مثلا تيد كروز ولينزي جراهام وغيرهم عليهم ان يتحدثوا الى الشعب الامريكي ويوضحوا موقفهم لقد كانوا يرقيبون وبعضهم ايضا نددوا مثلا خلال الاثنين وسبعين الساعة الماضية اذا هذا طبعا هو قولي ربما ليس الوقت ليس كافيا لان يتم تتم المحاكمة في مجلس الشيوخ طيب ولكن هذا لا يمنع من ان يقوم مجلس النواب بعمله حين رشيء دكتور ميتسلر ما رأيك في هذه النقطة التي اثارها السيد فيسك بانه وضع المسئولية بشكل او باخر على قيادات الحزب الجمهوري لعدم التصدي لهذه التصرفات التي يرى انها تصرفات غير مقبولة من الرئيس هل كان هناك تقصير من قيادات الحزب الجمهوري في هذه المسألة برأيك؟ بكل تأكيد نعم انا لا اعتقد بان بان هذا مطرح لتساؤل لو ان المحافظين لم يتصرفوا بطريقة جيدة وكان هناك اخفاق بكل تأكيد دعني فقط انظر الى هذا من منظور اخر هذا ليس بشأن دونالد ترامب الامر يتعلق بحقيقة ان قيادة الكونغرس عليها ان تقول ما اذا كانت مثلا تتحمل يتحمل مجلس النواب مسئوليته طبقا لاجراءات العزل او انه بالاضافة الى ذلك فان اعضاء مثل هالي كراستفر ودعونا فقط لا ننسى هنا بانه حينما اطلق ذلك التصريح بانه سيعارض هو مباشرة بدأ يجمع الاموال انه يترشح لالفين واربعة وعشرين الامر يتعلق بترامب الامر يتعلق باعضاء في الكونغرس يقولون ما هو مقبول وما ليس مقبولا لكل الرؤساء وهذه هي القضية هذا لديه تداعيات طويلة الامد لو ان زعماء الجمهوريين تصرفوا كمحافظين فلم نكن لنصل الى هذه النقطة لقد كانوا يعملون كجزء من ميليشيا او من قبيلة ولذلك وجدنا نفسنا في هذه الفوضى وهذا غير مقبول بالمقابل سيد فزك هناك من يرى هناك من يحاول تهدئة الامور لان الامور كما تدرك جيدا وانت في واشنطن يعني بلغت الى درجة من الانقسام ومن الانشقاق ومن التوتر والتصعيد درجة كبيرة البعض يقول يعني يجب تهدئة الوضع الان المتحدث باسم البيت الابيض جود دير يقول عزل الرئيس دونالد ترامب قبل اثنى عشر يوما من انتهاء رئاسته لن يؤدي الا لزيادة الانقسام سمعنا هذا الكلام ليس فقط من البيت الابيض سيد فزك وانما من الكثير من الشخصيات من الحزبين تقول بانه لا داعي لتصعيد الموقف الان المطلوب هو احتواء هذا التصعيد ما رأيك في هذا المبرر او هذا المنطق؟ حسنا هذا يعيدني الى ربما تصريح الاول في بداية محادثتنا لا احد يرحب بهذا الوضع لا احد يريد هذا الوضع بان يحدث من الجانب الديمقراطي نحن لم نستيقض صباحا ومثلا وقلنا بانه يمكن عزل الرئيس بما فعله انصار ولكن حينما تربي ابنائك واحدهم يدخل الى بيتك ويقتحم بيتك حين شخص يقوم بشيء فضيع مثل هذا فاما ان لا تفعل شيئا وتكون متواطئا او ان تقف وتفعل كل ما في وسعك طبعا في اطار قانوني وسلمي حتى لا تضر باي احد جسديا وتستخدم كل الادوات لتصليح الاضرار وتحقيق العدالة او منعهم من احداث هذا الامر مرة اخرى ما لم نتحدث عنه هو انه حين البيت الابيض يتحدث ويقول بان هذا سيقسم اكثر هم يحررون انفسهم مما حدث وقبل شهرين كان الرئيس يكذب مرات عديدة في اليوم بشأن الانتخابات وبحضور بانه كان هناك فساد متفش وتزوير متفش وطبعا هذا لم ينجح في كل القضايا التي رفعوها في المحاكم وبعض تلك القضايا القضاة سألوا محامي ترامب هل انتم تزعمون ان هناك تزويرا وبعضهم رودي جولياني مثلا لم يقل بانهم كانوا يقولون ان هناك تزويرا لانهم يعرفون بانهم كمحامين فانهم في محكمة وهم يعرفون بانهم يمثلون او يقدمون ادلة مزيفة اذا يمكنوا طبعا وقالوا بان هناك تزييفا وتزويرا في الحشود ولكن في المحاكم لم يستطيعوا فعل ذلك ولا تقديم اي دليل على مدى شهرين الرئيس ترامب كان يكذب والان الناطق الرسمي باسمه يقول اننا لا نريد الانقسام بينما كانوا معه على مدى شهرين يحاولون فعل ذلك يحاولون تقسيم البلد ويحاولون نشر الاكاذيب ويثيرون شكوك في مصداقية الانتخابات الامريكية حين فازت الانتخاب الديمقراطية الامريكية خسرت ترامب ولكن جزء منهم حينما يقومون بمثل هذا السلوك فانهم يضرون الديمقراطية وتحدثنا عن طبعا التعديل الخامس والعشرين وتفقنا على انه لن يستقي لانه لا يمكن ان يقدم مصلحة البلد قبل مصلحة الشخصية واخيرها العزل وهو الخيار الاخير طيب التعديل الخامس والعشرين ايضا لديه او يتطلب شروط معيسة ساسألك عن ذلك سيد ميتسلر بعد قليل ولكن دعني بسرعة استعرض نتائج استطلاع استطلاع لرويترز ابسوس اجري فور حدوث عملية الاقتحام في مبنى الكونغرس هذا الاستطلاع اظهر ان 57% من الامريكيين يرغبون في ازاحة ترامب عن المنصب فورا طبعا كما ذكرنا هذا الاستطلاع اجري فور الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن سيد ميتسلر فيما يتعلق بالتعديل الخامس والعشرين من الدستور والذي يتيح اقالة او تنحية الرئيس عن منصبه بشروط معينة هذا يتطلب تعاون من نائب الرئيس السيد مايك بينس حتى الان على الاقل لم يبدي حماسة او رغبة في تفعيل هذه المادة ما الذي يتطلب لتفعيلها اذا كان السيد بينس غير راغب وغير قادر ربما على القيام بذلك هو طبعا كما قلت لن يطبق التعديل ولن يحصل على عدد كافر من الوزراء لفعل ذلك انا لا اعتقد ان التعديل الخامس والعشرين ربما هو الخير الافضل وهذا لان ما سيحدث هو ان نائب الرئيس سيقول بان الرئيس ليس قادرا على القيام بمهامه ثم القيام طبعا سيرد ويقول انا قادر ثم الكونغرس ديه واحد وعشرون اليوما لطبعا اتخاذ القرار لا اعتقد ان هذه طريقة الافضل اعتقد ان ربما التحرك الافضل هو العزل ولا اعتقد ايضا بان هناك خيارا اخر اعتقد ان هذا هو الخيار الوحيد لحد الساعة اما بشأن تصريحات التي تأتي من البيت الابيض المرتبطة بطبعا تضميد الجراح والتوحيد الصفوف وغيرها نحن نعرف ما كان يحدث وما حدث ولا اقول فقط بان هذا نفق طيب هناك عامل اخر دخل مساء الامس او ليلة امس سيد فسك على هذه التعقيدات مسألة تعليق او الغاء حسابات الرئيس ترامب على منصات التواصل الاجتماعي شبكة تويتر او منصة تويتر تحديدا وهي منصة اساسية كان يستخدمها الرئيس لإيصال رسائل لإقالة اشخاص لفعل الكثير من الامور بالامس الشركة تقول تم تعليق حساب ترامب نهائيا بعد مراجعة دقيقة لتغريداته الاخيرة بسبب خطر المزيد من العنف والتحريض ايضا وردت كلمة تحريض ربما في هذه البيان هل برأيك هناك حملة ممنهجة كما يقول انصار الرئيس ترامب من قبل هذه المنصات لإسكاة الرئيس لعدم ايصال ما يريد الرئيس ان يقوله للجمهور الامريكي اعتقد بانه لم يكن يتعرض لأي طبعا يمكن ان يذهب الى المؤتمر او لقاعة المؤتمرات في البيت الابيض ويتحدث مباشرة الى كل العالم اذا فكرة بانه فقط اخرج من منصات التواصل الاجتماعي فانه الان بدأ او يتم اسكاته اعتقد ان هذا لا معنى له كلنا حينما نوقع مثلا حينما نفتح حساب ايميل فهناك بعض الشروط التي نوافق عليها والتي طبعا حتى نحصل على خدمة حينما مثلا تشتري حتى الحاسوب ينبغي ان توقع على موفقتك على كل الشروط اذا من حق تلك المنصات بان تسمح لأي احد او تمنع اي احد تويتر طبعا شركة خاصة وقبل سنوات كانت هناك حالة بشأن مخبزة لم تكن تريد ان تخبز مثلا لمثليين وطبعا تم توجيه تهم لها وقالت بانها لن تصنع الحلوى مثلا لرئيس يدعو للارهاب اعتقد بان هذه القضية نفسها طبعا اظن بانه ينبغي دعم تلك الشركات ينبغي دعم الشركات سيد فسك ولكن بالمقابل اسمح لي على المقاطعة البعض يقول صحيح هذه شركات خاصة ولها شروطها وقوانين معينة ويجب على المستخدمين الالتزام بها ولكن في الوقت نفسه انصال الرئيس ترامب يقولون هناك انتقائية في هذه المسألة تجد كثير من الشخصيات المتهمة بممارسة عنف وارهاب الى اخره موجودة وتغرد بينما الرئيس ترامب تم حرمانه من هذه الميزة على سبيل المثال المرشد الايراني علي خامنائي كما يقول البعض ما زال حسابه فعالا بينما الرئيس ترامب تم ايقاف حسابه هل هناك انتقائية في هذه المسألة مع التسليم بان هذه الشركات خاصة لها شروط استخدام معينة لهذه المواقع باختصار سيد فسك نعم يكوني تأكيد الجواب هو بانهم طبعا لم يفعلوا هذا من فراغ هذا ردا على افعال الرئيس الرئيس بدفعه على مدى اشهر واسبيع للناس بالمجيء الى واشنطن في سادسين من ديسمبر خلق هذه الظروف وهذه الاوضاع المزرية كل شركة التكنولوجيا الان ترد الان على هذه الاوضاع التي قاد اليها الرئيس انهم لا يعاقبونه من فراغ افعاله هي التي تسببت في هذا ويمكن ان يقدموا الخدمات لاي احد او يحرموه من اي شخص ودعني اقول الشخص الاخير حين يقولون بان الرئيس الان اصبح ضحية ويتحدثون عن المظلومية انها طبعا احدى علامات حركة ترامب ومناصريها انه من المثير للعجب بالنسبة الي بانه يظهر نفسه بانه المنتصر والبطل في وضع كما انه يظهر نفسه بانه ضحية هذه نفسيته ونفسية داعميها والذين طبعا يقولون انه مظلوم وضحية طيب دكتور مزلر ما رأيك اود ان اسمع رأيك في هذه المسألة مسألة حجب هذه المواقع عن الرئيس ترامب وكما يقول البعض محاولة لاسكاته من هذه الشبكات او هذه المنصات التي يتهمها البعض بانها اصلا وقفت ضد الرئيس ترامب منذ فترة طويلة ما رأيك في ذلك اعتقد ان هذا سخيف اذا كان هناك شخص مثلا بنسبة لأستاذ في القانون طبعا المادة الاولى للدستور تقول فقط حين تكون فقط الحكومة فعالة هذه طبعا ليست دولة انها شركات خاصة لديها قوانينها وحتى في 2019 طبعا كما قلت انا لا افهم هذا الحديث عن التعديل الاول مثلا في الدستور هذه مزحة عليه ان يذهب الى منصات اخرى لا احد يمنعه ويقول له بانك محروم من ان تكون في منصة الشركات الخاصة هذا ليس صحيحا انه ليس في الدستور اذا الاسكات وكل هذه الاتهامات كمحافظ اقول بانه لا يمكن ان نكون محافظين حينما يكون الامر فقط الى جانبنا وحين لا يكون الى جانبنا لنكون محافظين هذا لا مغزى له ولا معنى له اذا كما قلت هذه الاتهامات هراء وحتى المحاكم لن تنظر في هذا كل هذا هراء والحقيقة هي ان الامر لا تعلق باسكات الرئيس حسنا اذا تم اسكاته اذا شعروا بانهم يمكن ان يسكتوا اي احد ليس عليهم اي التزام لأي احد او لأي شخص اخر انه يستعمل منصتهم بدون مقابل اذا انا فقط لا احب هذه الفكرة بان المحافظين او اولئك الذين يزعمون بانهم محافظون يقولون من جانب باننا نريد ان يكون الدستور مفسرا كما هو مكتوب ولكن كما يقول الحكومة يمكن مثلا ان تنتهك المدة الاولى او تعديل الاول الا اذا كنت رئيسا هذا كما قلت هراء لا هي النقطة القانونية ربما دكتور ميتسلر فيما يتعلق بالاشارة الى التعديل الاول بالمناسبة التعديل الاول على الدستور هو الذي يتيح حرية التعبير البعض يقول هذا لا ينطبق على الشركات الخاصة هذه شركة خاصة وليست ساحة عامة يخطب فيها من يريد ولكن انت اشرت سيد فسق قبل قليل انه بامكان الرئيس ان يذهب الى قاعة المؤتمرات الصحفية في البيت الابيض ويعقد مؤتمر صحفي او يلقي كلمة او شيء من هذا القبيل ولكن شبكات التلفزة ايضا تقاطع الرئيس ترامب فالخطاب الاخير الذي القاه قطعته الغالبية الساحقة من شبكات او من وسائل الاعلام ربما لم تنقله سوى فوكس نيوز او شبكة اخرى وبالتالي هناك من يقول ايضا وسائل الاعلام التقليدية تقاطع الرئيس ترامب ما رأيك في ذلك؟ اعتقد بان ما تشير اليه هو الحشد الذي نقل في صباح الاثنين بعض الشبكات اختارت بان لا تفعل ذلك لان هذا كان سياسيا بحتا لم يكن خطابا للرئيس ويقوم بمهامه الرئاسية انه كان رئيس يخسر طبعا انتخاباته او الانتخابات ويحاول ان يؤثر على الجماهير وحقيقة انه خسر قبل شهرين هذه هي الحقيقة اذا بالنسبة حتى احدد هنا ونقول بان الشبكات بدأت الان تقاطع حينما تنظر الى المؤتمر الصحفي بشأن كوفيد اعتقد بانها كانت مثلا تنقل المحتويات التي يحاول ان ينقل من خلالها المعلومات الى الشعب الامريكي ليعلموا ما هو الوضع ويتخذ قرارات عائلاتهم وغيرها ولكن حينما بدأ يوجه اتهامات ويتحدث عن مؤامرات وغيرها بدأوا يقطعون البث ويتحدث عن المظلومية وغيره اذا هم يحاولون ان يجدوا خطا رفيعا بين النقل البث وبين ان يراقبوا اقواله وقطع كما قلت الحديث او البث حينما يتحدث عن امور اخرى خارج عن الامور المهمة كوفيد وغيرها اذا لنكن واضحين تجمع يوم الاثنين في صباح الاثنين لم يكن مؤتمرا صحفيا ولم يكن ايضا مذكورا ايضا في ملفات البيت الابيض وحتى اعود الى نقطة الاصلية فانه يمكن ان يذهب مثلا الى القاعة المؤتمرات في البيت الابيض ويتحدث الى الملايين ولكن اي مزاعم يمكن فقط ان يستعملها كما قلت بانه ضحية ومظلوم على كل حال عشرة ايام بقيت على فترة رئاسة الرئيس ترامب لا ندري ما الذي ستشهد هذه الايام الاخيرة المتوقعة شكرا جزيلا لك سيد روجر فيسك الخبير الاستراتيجي الديمقراطي كان معنا من واشنطن واشكر ضيفنا الدكتور كريستفر ميتسلر الخبير الاستراتيجي الجمهوري كان معنا من مدينة فورت لوترديل بولاية فلوريدا